السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع حل تمارين الوحدة الأولى وهي تمارين لتنشيط العقل أشهد كي بوشل كلر دول دورالم نمر الفراغات التي في الأسفل هذه الفراغات الآن علي يتحدث مع فراي علي يقول لفراي فراي شويلة جاوب فريور هكذا تجيب ماذا تجيب تجيب أيضا إيغن لار علي يقول بنم علي سننة إذن يقول اسمي علي بنم أضم علي يدا أو بنم اسمم علي سنن أضنة ونستطيع أن نقول أيضا سنن اسمنة فراي تجيب تقول بنم أضم فراي وتستطيع أن تقول بنم اسمم فراي علي ماذا يقول يقول أنا ممتن بالتعرف عليك ممنون أضم ممنون أضم فتجيب فراي بنفس الطريقة بانده أنا أيضا بانده ممنون أضم بانده ممنون أضم السؤال الثاني أيضا يقول دول دورالم لنملأ أشهد كي بوشل كلر الفراغات التي في الأسفل يوسف ديوركي يوسف يقول مرابا مرحبا فبماذا تجيب أليف أليف مرابا ينبغي أن تقول أليف هنا مرابا يوسف نصص أليف أليف تشكر أدرم سنن إذن أليف تقول أنا بخير شكرا لك وأنت كيف حالك أليف هكذا تقول إيم إيم تشكر أدرم 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 سن نصص سن نصص يوسف يجيب ويقول تشكر أدرم أفعل الشكرة تشكر أدرم الآن يقول باندا أنا أيضا أنا أيضا ماذا هنا قالت أليف إيم فيقول باندا إيم أنا أيضا بخير أليف تقول إلى اللقاء فيجيبها يوسف إلى اللقاء إذن أليف هي التي تريد أن تذهب فتقول ليوسف هوش تشاكال هوش تشاكال يبقى بخير هوش تشاكال فيجيبها يوسف قل 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 السؤال الثالث ديالوج صرا ليلم لنرتب الديالوج ديالوج هذا الحوار صرا صرا في العراق أيضا دور صرا ليلم لنرتبها بالدور يعني لنجعلها مرتبة العبارة الأولى باندا ممنون ألب من إذا رأينا باندا أنا أيضا فهذا يعني أن هناك جملة قبلها قد قال أحدهم ممنون ألب من الذي قال الممنون ألب هنا يجب أن يقول أحدهم هنا فيكون الجواب هنا قال أيضا أنا أيضا بخير إذا يوجد شخص قال باند ممنون أم أنا أيضا ممتن يجب أن يقول أحدهم قد قال قبل هذا وهي هذه الجملة إذن الجملة الثامنة تأتي قبل الأولى هنا يقول باند ايم أنا أيضا بخير هذه الجملة يقول أنا أيضا بخير إذن الطرف الآخر الجملة السابقة قال له أحدهم فهذا أجاب أنا أيضا بخير من قال ننظر الجملة الثانية يقول أنا بخير يعني هذا قال أنا بخير فصديقه قال له أنا أيضا بخير إذن هنا إيم إذن هذه الجملة الثانية تأتي قبل الجملة الثامنة الجملة الثانية ماذا فيها شكرا أنا بخير أنت كيف حالك بما أنه قال إذن الطرف الآخر سأله كيف حالك فقال أنا بخير وأنت كيف حالك إذن من الذي قال كيف حالك الجملة التي فيها كيف حالك سوف تأتي قبل الجملة الثانية الثانية أين جملة أي جملة فيها كيف حالك ننظر كيف حالك يعني نسلصن إذن الجملة السابعة تأتي قبل الجملة الثانية الجملة يقول نسلصن كيف حالك نسلصن الجواب يكون يكون الجملة الثانية تشكر إدريم إيم سن نسلسن إذن الآن أنهينا الجملة الأولى والثانية نسلسن يبغي أن يكون عندنا في البداية طبعا مربا الأول يقول مربا والثاني يقول أيضا مربا مربا مرهبا بعد مربا يأتي الاسم أليس كذلك؟ يقول مثلا بعد مربا بنم أضم إرجان اسمي إرجان ثم نعم الطرف الآخر يقول مربا إذن الطرف أحدهم قال مربا بنم أضم إرجان الطرف الآخر قال له مربا بنم أضم إبرو إذن ليس هكذا أحدهم قال مربا الثاني قال له مربا بنم أضم إبرو سنين أضن نه أنت ما اسمك فيقول بنم أضم إرجان ثم يقول نسلسن فيقول له أنا بخير شكرا أنا بخير وهكذا يكون الترتيب هكذا نكون نعم قربنا على إنهاء الجمل عندنا قلنا باندا ممنون ألضم ماذا يأتي بعد باندا ممنون ألضم يأتي بعدها إلى اللقاء إلى اللقاء الذي يريد أن يذهب يقول والذي يبقى يقول وهكذا نكون قدرت تبنى الجمل وأنتم بقي عليكم وضع الأرقام مثلا نقول مربا الرقم الأول الرقم الثاني بانيم أضم إبرو سنين أضمناه الرقم الثالث يقول بانيم أضم إرجان الرقم الرابع نصل صن الرقم الخامس يقول تشكري درم إيم سنة نصل صن وهكذا كما سلسلنا الجواب أنتم فقط تضعون الأرقام السؤال الرابع يقول متى ماذا نقول نزمان نسويل يوروز مثلا في الصباح ماذا نقول في المساء ماذا نقول أشاعدكي بوشلقları دل درalım لنملك الفراغات التي في الأسفل دل در إملأ دل در دل در حتى يقولون إملأ وعندما نملأ البنزين للسيارة نقول فل فل ممتلئ فل يعني اجعله ممتلئا دل در أيضا إملأ طيب صباح ساعة ساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الحادي عشر ماذا نقول في الصباح نقول ونقول أيضا هي الزباح لار ساعة أم بيردن أن يدي أكدر من الساعة الحاضي عشر ساعة أم بيردن أكشم بيردن حتى الساعة الخامسة مساء أو حتى الساعة السابع عشر ساعة أم بيردن ندي أوروز ماذا نقول نقول يوما سايدا نقول إي جنل إي جنل وندن سنرا بعد هادة ساعة أكشم باشتا دوكزة كدر دمه ساعة دوكزة كدر من الخامسة إلى التاسعة مساء إلى الساعة الواحدة وعشرين يعني ساعة أول دي ساعة يرمي بيرا كدر ندرز ماذا نقول نقول مساء الخير إي أكشمل إي أكشمل إي أكشمل أمدن صنر بعد هذا ساعة دوكز دا ساعة بيشة كدر صباح بيشة كدر من الساعة تاسعة مساء حتى الخامسة صباحا أو من الساعة الواحد وعشرين إلى الساعة الخامسة ساعات يرمي بدا ساعات بيش كدر ندرز 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 ماذا نقول؟ نقول ليلة سعيدة إي ججلر إي ججلر بيكي بيش نجي سورو مدير لنستخدم الجملة التي في الأسفل ولنكمل الحوار أشهدك جملة لري كوزوانا لم وديالوه تمام ديالب إذن هذه الجملة التي في الأسفل سنستخدمها فيحكي في كلامنا وسنكمل الجملة عندنا شخصين أليكس و سينان أليكس ديوركي مرحبا سينان ماذا سيقوله؟ سينان نصل بيجواب كيف سيجيب سينان؟ سينان أيضا يجيب مرحبا مرحبا جوابها مرحبا وهذه أسهل كلمة أليكس ديوركي أليكس يقول بني مادم أليكس سنين نظن اسمي أليكس ما اسمك أنت؟ سينان ماذا يجيب؟ سينان يقول اسمي سينان يقول بني مادم سينان بني مادم سينان هكذا نكتب هنا يعني بني مادم نفسها نكتبها بني مادم ثم نكتب هذه الكلمة سينان بعدها تصبح بني مادم سينان بكي نكمل هذا الحوار أليكس ديوركي ممنون ألضم يقول أليكس أنا ممتن للقائك أو أنا ممتن لمعرفتك أو هنا أنا ممتن يعني سرجت للقائك ممنون ألضم فماذا يجيب سينان؟ يقول بان دا ممنون ألضم بان دا ممنون ألضم أليكس يقول أليكس ديوركي ما صلصن؟ ما صلصن؟ فيجيب سينان ماذا؟ يقول شكرا أنا بخير أنت كيف حالك؟ أليس كذلك؟ إذن يقول تشكر ederim اييم سن نصلصن أو يقول اييم تشكر ederim سن نصلصن إذن سنكتب هنا في الفراغ اييم سن نصلصن مثل هذه الكلمة أو اييم تشكر ederim سن نصلصن هكذا سنبدو هكذا يقول سينان أليكس يقول صال شكرا بان دا اييم أنا أيضا بخير بان دا اييم الآن سينان ماذا سيقول؟ سيسأل سؤال ويأتي الجواب بان أوستورياليوم أنا نمساوي نمساوي أنا من أوستوريا من دولة أوستوريا إذن سينان ماذا سيسأله؟ سيسأله من أين أنت؟ من أين أنت؟ إلى أي منطقة تنتمي؟ نرى مكان نرى لي نرى لي يبحث عن دراسة الوحدة حتى يأتي بهذه الكلمة أنا لن أكتب حتى ترجعوا إلى الدروس السابقة إن لم تكنوا قد درستموها جيدا هذا كتاب تمارين يفحصه مدى دراستنا للدروس السابقة لدروس الوحدة الأولى إذن سينان ديور كي سينان يقول نرى ليسن؟ أليكس يجيب ويقول شويلة جواب فريور هكذا يجيب بان أوستورياليوم أنا من أوستوريا أنا من النمسا سينان ديور كي سينان ديور كي حش جاكل ابقى بخير أنا ذاهب حش جاكل إلى اللقاء يعني هكذا تستخدم بمعنى إلى اللقاء فيجيب أليكس بما معناه رفقتك السلامة أو دم بخير أو هكذا قلي 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 السؤال السادس إش لاش تللم أكثر الأسئلة أهم كلمة فيها آخر كلمة إش زوج أو زوجة إش لاش تللم لنزاوج بين الكلمات لنزاوج بين الكلمات الكلمة الأولى سننضنه سنن أضن حفوا سنن أضن تكملة السؤال اسمك ماذا سنن أضن نا اسمك ماذا إذن الجواب هكذا أسأل العبارة تالية بنم لي ما هو لي اسمي سيكون أليس كذلك اسمي فلان يقول اسمي أحمد بنم أضم أحمد أي واحدة من هذه العبارات مكتوب فيها أضم أحمد إذن يقول بنم أضم أحمد العبارة الثالثة إي ماذا ينكملها يقول يوما سعيدا إي جنلر أي كلمة من هذه العبارات فيها كلمة جنلر إي جنلر العبارة الرابعة تشكر أفعل تأتي كلمة بمعنى أفعل يعني أفعل التشكر أتشكرك يعني تشكر أدارم تشكر أدارم تشكر أدارم تشكر أدارم تشكر أدارم الجملة الخامسة أو العبارة الخامسة ممنون oldum ممنون oldum ممنون oldum لا نقول ممنون oldum بل نقول ممنون oldum ممنون عفوا ممنون oldum ممنون oldum ممنون oldum ممنون oldum إذن أنا متنون للقائك السؤال السابع إش لاشترلم ينا إش لاشترلم مرة أخرى لنزاوج بين العبارات إش زوج إش زوجة سيزين إش نز نرد أين زوجك أو أين زوجتك سيزين إش نز نيش يا بيور زوجك أو زوجتك ماذا تعمل ما هي مهنته ما هي مهنتها للذكر والأنثى نفس الشيء التركي لا يجد عندنا مذكر ولا مؤنث إذن هنا إش لاشترلم لنوصل العبارة الأولى ممنون oldum ممنون oldum سوف يكون جوابها ماذا إذا أحدهم قال لي أنا متن للقائك أقول له أنا أيضا أي واحدة من هذه العبارات معناها أنا أيضا أنا أيضا بالتركية بانده بانده ممنون oldum بانده العبارة التالية أو العبارة الثانية هشتاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاك تكون جواباً لهوششكا العبارة هي أين هي في هذا الصف العبارة الثالثة كيف حالك الجواب ماذا سيكون سيكون أنا بخير أي واحدة من هذه الكلمات تعني أنا بخير أنا بخير العبارة الثالثة ما اسمك خمأ الرابعة أدن ن نسلسن جوابنا على هذا أدن ن ما اسمك الجواب سيكون اسمي فلا إذن أدن أحمد أو ألي أدن علي أدن علي أدن علي هكذا تقرأ أدن علي ملي العم هنا تدمج مع الأ أدن علي أدن علي ولا نقول أدن علي لا نربطها مع ماضيها تصبح أدن علي بكي حسنا العبارة الخامسة بشنجي كلمة يضع بشنجي إفادة الإفادة أو التعبير الخامس نرى لسن نرى 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 يعني أين لا ننسها نرى د أين في أي مكان نرى يا إلى أي مكان نرى ل إلى أي مكان ينتسب سن أنت إلى أي مكان تنتسب يعني من أين أنت نرى لسن يقول أنا من دولتي كذا يونانستان ينانسان ينانسان ينان أنا يناني الثمن التمرين الثامن ماذا يقول لنا يقول لنا دل دور دل دور دل دور دل دور دل دور دل لنم لا ماذا سنم لا boşlukları ام لا الفراغات aşağıdaki التي في الأسفل إذن الآن سنم لا الفراغات بن تركية أنا إذا أردت أن أقول أنا تركيون ماذا أقول أنا سوريا ليم. هكذا نحق. أنا سوريا ليم. أنا مصر ليم. أنا حلب ليم. شام ليم. أنا كاهر ليم. أنا بيروت ليم. وهكذا. أنا سوريا ليم. هكذا يكون جواب. ليم. العبارة الثانية. أنا سوريا. بان سوريا ليم. أيضا نفس الإضافة. سوريا ليم. يم. بان سوريا ليم. الرابع الثالثة غريبة قليلا. بان بيرو. بيروليوم تصبح. هل عندنا فرشات هنا؟ لو قلنا له نريد فرشات لا يسمح لنا بالكتابة. إذا صار نتطبيق آخر. المهم. ماذا كنا نقول؟ بان بيروليوم. أليس كذلك؟ بان بيرو. لو يم. ال يو نفس ال يو هذه. ثم واي ثم يو ثم ام. الجملة العبارة الرابعة. درجة إفادة. بان فرانسا ل يم. بان فرانسا ل يم. نضع حرف ال ال واي بدو النقطة. ثم واي واي بدو النقطة ثم ام. بان فرانسا ل يم. بشنجي إفادة التعبير الخامس أو الإفادة الخامسة. بان المانيا ل يم. أنا المانيون. المانيا ل يم. مثل فرانسا ل يم. نفس اللاحقة. الإفادة السادسة. الظنجي إفادة. بان اردن. اردن ل يم. أيضا نضع حرف ال ال. ثم نضع حرف ال ا هذا. اردن ل. ثم نضع حرف ال واي. ثم نضع هذا الحرف نفسه أيضا. اردن ل ي. ثم نضع حرف ال ام. بان اردن ل يم. اذا هكذا نكون. قد انهينا اسئلة الانتماءات. هنا ديور. كي تمام ليظم. لنكمل. ماذا سنكمل؟ أشادة كي ديالوغ. ديالوغ. هذا الديالوغ يجب علينا أن نكمله. وننهي هذه الصفحة. الديالوغ ماذا يقول عندنا؟ ديفلت. اسم شاب. وطالين. اسم فتاة. كما اعتقد. اذا ديفلت ماذا يقول؟ ديفلت يقول ديفلت ديوركي. مرابا. هنا عندنا ان لم اشارتي. اشارة التعجب. ان لم اشارتي. لماذا وضعنا هنا اشارة التعجب؟ مما يتعجب دولت؟ لا يتعجب من شيء. اشارة التعجب تضع في التركية أيضا. بعض عبارات النداء والمخاطبة. فاذا قلت احمد. تضع بعدها اشارة تعجب. يعني انا اونديك يا احمد. هنا عندما قال مربا فكأنه خاطب الذي امامه او ناده او هكذا. مربا فطالين تجيب مربا ايضا تجيب بمرحبا. ديفلت ديوركي ديفلت يقول. ديفلت يقول بنم ديفلت. اظن اذا يقول اسمي ديفلت. ما اسمكي اسمكي ماذا؟ اذا بنم اضم. اضم هذه الكلمة نكتب مثلها في الاعلى. بنم اضم ديفلت. ثم نكتب هنا سنين اضنة. سنين اضنة. يعني ما هو اسمكي. تالين تجيب. بنم اضم. تالين بنم اضم. يعني بنم هذه نكتب مثلها هنا. اسمي تالين. الان ديفلت برشي ديور. يقول شيئا معينا. اما ندديني bilmiyoruz. لكن لا نعرف ماذا قال. ماذا قال يترى. ندديني acaba؟ ننظر الى جواب تالين. تالينين جوابنا بكارك. فنعرفوا. سؤال ديفلت. دولتين سورسونو بليرز. او بيلا بليرز. تالين قالت فرانساليوم. فرانساليوم. انا من فرانسا. اذا سألها. من اين انت؟ نراليسن؟ نراليسن؟ اجابته فرانساليوم. ثم سألته. سن نراليسن؟ انت من اين؟ انت الى اي مكان تنتمين؟ سن نراليسن؟ فيجيبوها دولت. بان تركمنستاننم. عفوان. تركمنستان نضعو لئيم. تركمنستانليم. 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 هكذا يقول. انا تركمنستانيون. اذا هنا نضعو لئيم. مثل اللئيم هذه. هذه اللئيم نستطيع ان نؤشر عليها هكذا. نعم هذه اللئيم نكتب مثلها في الاسفل. ولا نكتب النقطة. زيرا مكتبار. لأننا عندنا نقطة هنا. ما معنى زيرا؟ زيرا يعني لأن. زيرا يعني لأننا.